تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 76 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 30.5 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط أكثر من 45 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 620 قضية من بينها 89 قضية خبز ناقص الوزن و100 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط 10 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 73 طن أقماح محلية